إذا استفق العالم اليوم على تأكيدات متسارعة نقلتها وسائل الإعلام لأخبار كانت سلطات جبل طارق قد نفتها قبل أيام وهي معلومات تفيد بقرب عودة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها إلى طهران موعد الإفراج المرتقب هو اليوم الخامس عشر من أغسطس وإن حصى ذلك بالفعل فذلك يعني أن احتجاز غريس وان امتد 42 يوما ألقت هذه الأيام بظلالها على الكثير من تطورات بين إيران والمجتمع الدولي وفق التقارير قالت سلطات جبل طارق إنها لن تطلب تجديد أمر احتجاز النقلة لأنها لم تعد تعتقد أن غريس وان خرقت العقوبات الأوروبية على سوريا رفع التهمة عن النقلة بهذه الطريقة قد يشير إلى اتفاق بين طهران ولندن الجهة التي كانت قد وجهت هذه التهمة بالأساس للنقلة الإيرانية بتهريب شحنات نفطية إلى سوريا طهران كانت قد أشارت إلى وثائق قالت إنها قدمتها للحكومة البريطانية جديدة في حقيقة أن النفط الذي كان على متن نقلتها كان متوجها إلى سوريا من جهتها قالت لندن حينها إن تحقيقات بشأن النقلة الإيرانية تخص سلطات جبل طارق ومتمسكة بالوقت ذاته بالإفراج عن نقلتها ستينة إمبيرو التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز بعد أسبوعين من احتجاز غريس وان وفي مضيق هرمز تكمن العقدة الأساسية ترجح كل التحليلات التي سترافق خبر غريس وان حيث تزدحم مياه الخليج بالبوارج العسكرية مهم ما انضمت أمريكيا انضمت إليها لندن بكل ثقلها لكبح جماح إيران ومواجهة تهديداتها فهل بدأ مفعولها من جبل طارق؟